تعدد الزوجات تشريع ورد في القرآن الكريم شريطة أن يطبق الزوج مبدأ العدل والمساواة بين زوجاته ولكن هناك من يسيء استخدام حكمة عدد الزوجات ومن هنا ظهرت موجة رافضة للظاهرة التي انتشرت بشدة في المجتمعات العربية سيما وأن من يطبقونه لا يلتزمون بتحقيق مبدأ العدالة الذي نص عليه القرآن الكريم تأخذ حلالك تأخذ بيتك تأخذ كل شيء يتري وانت وين تروح؟ ترجع الأولى؟ تبقى كتلع بره ما بيشوفك أصلا يعني الحالات هي وحدة لا يدى وخراسة ولا فيها مشاكل وصحيح مذكور بالدين يعني لك أربع هذا بس أنا بس الشغلة هذه ما أيدي يعني خلك على مرض فاهمنه وفاهمن بعض بس تتوقعني أنه مي صحية يعني مي صحية وربنا سبحانه وتعالى في القرآن كرم أن لم تعدلوا فواحدة وفي مقابل الشريحة الرافضة لتعدد الزوجات بسبب عدم تقييد الزوج المقبل على هذه الخطوة بشرط العدل المنصوص عليه في القرآن هناك من يتقبلون الأمر ولديهم في ذلك الأسباب ووجهات النظر إذا أنا مكتدر عادل؟ أقدر الله سبحانه تعالى قال فيه حكم كتابه ما اثناء وثلاثة واربع ومن استطاع منكم الباء فليززوج ومن الناحية العلمية فقد أثبت علماء في جامعة شيفلد البريطانية من خلال دراسات شملت سبعمائة حالة على الأقل وجود فوائد لتعدد الزوجات فهو يجعل الرجل سعيدا ويقوي من فرصه لتحقيق حياة أفضل في الشق المهني والمالي ويمنح الثقة بالنفس والراحة فبوجود عائلة كبيرة تزداد فرص الرعاية لدى الزوج في كهولته وأثبتت الدراسة أن الزوج الذي يقتلن بثانية يزداد عمره 12% عن أقرانه غير المعددين مشكلة في الزواج الثاني أنه مجتمعنا تطور والمرأة أشياء كثيرة كانت تقبل فيها في السابق ما تقبل فيها الآن مفهوم شراكة المرأة برجل أو زوجها مع مرأة أخرى هو مفهوم مؤلم جدا للمرأة في كل رجل فينا سيسيد يعني في هذه الرقبة مسيطر في بيتك وفارض نفسك وهيبتك وشكلك في المجتمع على أنك إنسان قادر على التحكم على كل شيء في حياتك الأسرية الرجل اللي يقدر يسوي هذا الشيء يلحيل فيها الزمن هذا يعني برافو عليه ولكن أمانة كم واحد يستطيع أن يعمل هذا وبوضع أساس صحيح لعملية تعدد الزوجات فإنها تجدد العلاقة بالزوجة الأولى وتبعد الملل والفتور عن الحياة الزوجية إذن هو أمر يعود بالنفع على الزوجة الأولى حسب ما أثبتت الدراسة البريطانية ترجمة نانسي قنقر